خلاص خلاص حكايته في الشتاء صيف بقى انا عايف ان الاهلي شغال على الصيف كمان وفي ميزة عند الاهلي بقاله اكتر من موسم انه بيشتغل بدري بدري ما بيستناش لاخر اللحظة اه في بعض الصفاقات بياخد فيها وقت زي المهاجم مثلا كان بياخد فيها وقت كبير جدا لاخر السواني كمان بس في كثير من الاحيان بيبقى مخلص اموره بدري بدري اه خلينا اقولك ان من بعد انتهاء فترة الامتقالات الشتوية كان فيه اسماء بعض اللاعبين المرشحين للانضمام في فترة الشتاء وكان فيه انفوادات معاهم يمكن ابرزهم مصطفى اشرف لعب بروسيا مونشنج لبخ الالماني ده خلاص بنسبة كبيرة اتفاوا معها لكل تفاصيل التعاقد واصبح يعني هيكون في السف بإذن الله اول اللاعبين بالنسبة للنادي الاهلي كمان فيه تواصل في الفترة الحالية مع محمد ياسر ده كان مواجم النادي الاهلي في الناشئين وتم تقعارته للدوري التشيكي دلوقتي فيه تواصل من كولر ومعاونوه مع اللاعب يعني بيتبعوا ارقامه وكلام ده كله ممتاز وخلاصه بنسبة كبيرة هيتم بيلعب فيه بيلعب في الدوري التشيكي هو لعب اهلاوي اصلا معار للدوري التشيكي ممتاز كان فيه صفقة كده كابتن امير توفيق وده كلها التشيك ده كان من ضمن اللاعبه دي كمان فيه بقى كلام تفاتح الليمون اللي فات دول مع قسامة فيصل مواجم البنك الاهلي دي جديدة دي اه كان فيه مقارنات كده في المهاجمين المحليين ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود كولر ولجنة التخطيط استقروا ان التفاوض يكون مع اسامة فيصل على اعتبار انه هو خلاص اصبح لاعب في البنك الاهلي في التعاقد معاه اسهل عما يكون موجود في نادي الزمالك كمان بعض الوسطاء جسه نبض اللاعب اللاعب رحب بالانضمام للنادي الاهلي ارقامه كولر ولجنة التخطيط اشهدت بها اشهدت بخبراته سواء مع منتخب الشباب المنتخب الولمبي وكمان دلوقتي مع البنك الاهلي عنده خبرات افريقية لعب شوية مع نادي الزمالك فقسامة فيصل بنسبة كبيرة قد يكون مهاجمة للنادي الاهلي في الصيف الموجود عايز اتكلم عن حاجة في قصة مصطفى اشرف دي عشان كنت فاكر اتكلم عنها من فترة وفرصة دلوقتي ان انا افتكرت يعني مصطفى اشرف بيلعب في بروسيا مونشنجلات بخ مش الفريق الاول بس موجود في بروسيا مونشنجلات بخ وحنا تقول الوقت بنتكلم على فكرة انه عايزين لعيبة موجودة عندنا في اوروبا عايزين لعيبة تلعب في اوروبا عايزين لعيبة تكمل في اوروبا الاهلي عايز مصطفى اشرف الزمالك عايز مصطفى اشرف على فكرة حقهم تماما يعني هي مفاوضات وفي الاخران عايز اللعيب اللي انا عايزه انا بس بتكلم عن مصطفى اشرف نفسه بقى اللي هو والده وكلاءه يعني ما تسيبه يا أخي في أوروبا احنا نفسينا لعيبة تطلع من هنا تروح لأوروبا فده أصلا موجود في أوروبا فإحنا هنخده ونجيبه عندنا فيعني عايزين لعيبة مصريين موجودين في أوروبا ياخد فرصة في بروسيا مونشي جلبة يطلع فريق أول أو يروح في فريق تاني فريق أول في فرقة ممكن تبقى أقل في الدولة الأمانية بس يفضل موجود في أوروبا مشكلة بصراحة ما بفهمهاش بس هي عقيدة عندنا اللي هو حتى اللعب المصري اللي موجود في أوروبا اللي تولد هناك اللي بيلعب هناك احنا عايزين يجيبه عندنا هنا منسيب وموجود في أوروبا تاني يعني مش بلوم الأهلي أو بلوم الزمالك من حق كل واحد أو كل نادي يبص على مصلحته ويبص على اللعيبة اللي هو محتاجها أدام يقدر يخش في المفاوضات معها بس الموضوع ده والده من نسبة مصطفى أشرف والده هو اللي عايز يجيبه هنا مصر هو شايف أن ابنه لما يلعب في الأهلي أو في الزمالك يكون محطة أنظار منتخبنا الأول وبالتالي يلعب دولي وهو صغير بدرجة أن ميكالي في أحد التجمعات المنتخب الأولومبي اللي كان موجود فيها مصطفى أشرف قال له انت ليه عايز ترجع كمل مشوارك بره أفضل بكتير يعني درأي ميكالي برضو ميكالي نصح وقال له كده بالفعل بس هو والده مصمم أن ابنه عايز يلعب منتخب منتخبات مصر فهو مصمم أنه يجي لما مقتنع لما ابنه يجي يلعب في الأهلي أو في الزمالك أنه هو كده هيكون تحت الأنظار زي ما احنا بنقوله وبالتالي هيكون موجود حتى لو مستوى مش زي مستوى في المنين يعني هو تفكير أكيد خاطئ يعني بس كل واحد حرش